يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الليل في ركعة البقرة والنساء وآل عمران وكان ركوعه نحو من قيامه ثم إذا اعتدل في الركوع كان نحو من ركوعه ففي هذه الفترة الطويلة التي بالركوع والاعتدال ماذا كان يقول يدعو ربه كان يدعو ربه عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي اعتداله وفي ركوعه وسجوده يدعو ربه ويثني على الله ويسبح الله نعم